افترضوا الآن نحن الشيعة قررنا عدم الاعتناء بهذه المراقبة بعد ما كوا لا تذهب قباب ولا أضرحة ولا هم يحزنوا راح تنحل مشكلة الفقر الفقر اللي يعاني منه البشرية آلاف السنوات سبب الفقر هو مسألة الأضرحة هناك كثير من المجتمعات ولا فيها ضريح ولا ضريح واحد زين ولا قبة ذهبية واحدة شو مات الفقر فيها؟ انتفى الفقر فيها؟ فهذه مسألة تذهب القباب الشريفة لا علاقة لا بقضية الفقر هذه قضية وذيش قضية إذا ألغينا هذه المسألة هل راحت تنحل مشكلة الفقر؟ كلا ما راحت تنحل راحت تبقى لأن الفقر إلى أسباب ومن أهم الأسباب هو الظلم في حق البشرية لأن الثروة التي خلقها الله عز وجل وهي تكفينا وتكفي أضعاف عددني اللي موجود اليوم هذه الثروة لا تقسم بشكل صحيح لا توزع بشكل عادل هذا الإشكال هنا ولا إحنا لدينا ثروة فإذا مسألة الأضرحة ما راحت تتحل مشكلة الفقر في العالم هذا أولا ثانيا هناك سبب جدا مهم نحن نهتم بهذه الأضرحة لأن القرآن يقول ومن يعظم شعائر الله هؤلاء أهل البيت هم يمثلون الله في الأرض هم خلفاء الله في الأرض فعندما نعتني بمراقدهم المقدسة نحن نعتني برسالتهم نستذكر الدروس التي قدموها للبشرية نستذكر تاريخهم واحد عندما يذهب إلى الزيارة ويدخل في حرم الإمام الحسين سلام الله عليه يستذكر ذلك التاريخ هذا بالعكس يشجع الناس خصوصا العوام من الناس عندما يذهب إلى هذا المكان يصير يفكر أنت لما تشوف شيء له مظهر عظيم تنبهر به تتأثر فيه ولذلك كل ملة وكل دولة وكل أمة تهتم بمعالمها عندما نذهب إلى هذه الأضرحة المقدسة إحنا مو جاي ننزور جدار أو ضريح أو ذهب أو فضة لا الهدف أننا نستذكر تاريخ الإمام الحسين ونستذكر الدروس التي قدمها قيمنا تاريخنا ديننا نحن نأخذه من هؤلاء فلذلك الاهتمام بهذه الأماكن تحطي قوة للدين هذا الرمز للدين رمز من رموز الدين نعم تارة عندنا ثروة محدودة عندي دولار واحد لو أطيلها الفقير وراح يموت من الجوع ذا ما أطيله وأصر فعله نعم هذه مسألة أخرى لكن ليس الأم كذلك كثير من الأضرحة المقدسة تبرعات شخصية يجي تاجر أو شخص أو مؤمن ويقدم له نذر أو يقدم له مبلغ وأما الحقوق الشرعية يعني الزكاة مثلا الزكاة ليس تعطي للفقير الزكاة ليس تصرف على الأضرحة لا يجوز أصلا القرآن عين الزكاة يعطى لها الفئة للثمانية ذول الثمانية تعطيهم الزكاة ليست الأضرحة من ضمن هذه الثمانية فإحنا ما جاي نأخذ من قوت الفقير ونجوع على الفقير ونصرفه في الأضرحة لا هذا يأخذ من التبرعات ومن موارد أخرى والزكاة والصدقات تعطى للفقراء والمستحقين ترجمة نانسي قنقر